إن العلاقات الأردنية الفلسطينية استثنائية تسير على ثوابت أردنية تاريخية أبقت فلسطين قضية مركزية للأردن ولم يتم التعامل معها يوماً إلا على أنها أولوية أردنية بموقف ثابت وراسخ بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وفي إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية بالتأكيد الجهود الملكية في هذه المرحلة استكمالاً للجهود الأردنية التاريخية التي كانت ملكياً تسجل وقوفاً إلى جانب الشعب الفلسطيني بحقيقة الصوت الملكي كان مهم وحاضر في وقت كانت القضية الفلسطينية أحوج إلى هذا الصوت تحدث بمقبوليته الموجود لدى مختلف الفاعلين الدوليين والقوى الدولية المهمة وأوصل بكل وضوح رسالة الفلسطينية وما تعرضها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة من قتل وتشريد ومحاولة إنهاء للقضية الفلسطينية أو تصفي الوجود الفلسطيني بشكل عام حقيقة الاستجابة واضحة في تغير النسبة التي حصل على المواقف الدولية والذي بدأ يتطور كما رأينا في الفترة الأخيرة حتى أن هذه الدول التي كانت ماخذة موقف متشدد وأعمى تأييداً لإسرائيل الآن تشارك في عمليات الإنزال وإرسال المساعدات للشعب الفلسطيني طبعاً كل ذلك يسجل لدوماسي جلالة الملك والاتصال المباشر مع القوى الدولية والفاعل لدعم القرى الفلسطينية حقيقة الدور الأردني في موضوع المساعدات ويسجل لجلالة الملك اللي طبعاً بتوجيهات وتم تنفيذ كل ذلك بدءاً من عمليات الإنزال الأردنية المحظم مروراً بعمليات الإنزال الأردنية الدولية المشتركة الدول باتت تتصابق للاشتراك مع القوات المسلحة الأردنية لتنفيذ عمليات إنزال الشعب الفلسطيني المحاصر في غزي وكذلك القوافل المساعدات البرية التي تم مباشرة عن طريق الأردن أو عن طريق رفع كل ذلك كان بتنسيق وجهود أردني حقيقة لتخفيف المعاناة وبالتأكيد لن تهدأ الدبلوماسي الأردنية حتى تتوقف هذه الحرب المجنونة وينتي حصار الشعب الفلسطيني وحقيقة تمهيداً للوصول إلى إحقاق الحق الكامل لشعب الفلسطيني بإقامة دورة المستقلة وعاصمة القدس جهود يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في جميع المحافل الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وأدي مومة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع حيث استمر به الأردن بعظمة دوره في تقديم المساعدات الإنسانية للأهل في غزة جواً وبراً الأردن هو السند والداعم وصاحب المواقف الثابتة بعطاء لم يتوقف في كل زمان وظرف ليكون حالة أردنية فلسطينية تحكي تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً سندس أحمد تلفزيون فلسطين عمان ترجمة نانسي قنقر